إطلاق صراحة اثنين امرأة وبنتها وهم يحملاني أيضا الجنسية الأمريكية هما تلقوهم على أساس أنهم أمريكيين أمريكيتين خلى الناطق الرسمي باسم الكائن الإسرائيلي يخرج يقول احذروا حماس تتلاعب تريد أن تظهر أن عندها وجهة جميل والحقيقة أن جماعة حماس كانوا قالوا قبل أسبوع أن هؤلاء الأجانب أنهم ضيوف عندنا وسنطلق صراحة عندنا تتوفر ظروف إذن هم يريدون في الحقيقة أن يتفاوضوا بحيث يطلقون بعض هؤلاء الأجانب أنا في رأيي شخصيا أن يطلق كل المدنيين أجانب وغير أجانب أنا هذا رأيي شخصي لأنني أنا لست مع المساس بالمدنيين تحت أي تبرير أو التسمية إذا ما تأكدنا أنهم مدنيون أنهم مدنيون فليطلق صراحة لأن المشكلة في إسرائيل أن كثير المدنيين يحملون السلاح لأنهم ضباط اختياط هذا وخلاص يعتبروا عسكريين لكن غيرهم نساء أطفال شيوخ رأينا يطلق هؤلاء صراحهم لأنه مش فقط لتظهر الصورة الجميلة لمعركتك ولكن أيضا الرأي العام العالمي سيكون معك يوم الأمريكان بعض التعليقات حتى صحفيين أمريكيين طرحوا على بلينك قالوا لماذا ما رأهم هذو الفلسطينيين بدأوا يطلقوا في الرهاين اللي عندهم لماذا تكون هذه الحرب؟ لماذا؟ هذا هو السؤال الذي سيطرح ولذلك كلما أطلق صراح المدنيين وفي أسرع وقت ممكن صحيح الفلسطينيين أيضا عندهم 11 ألف أسير بما فيهم نساء وأطفال يجب في اعتقابي أن يضغطوا على الأقل ليطلق النساء وأطفال من الفلسطينيين لكن إطلاق المدنيين هذا سيخدم قضية الفلسطينيين عموما سيخدمهم سيخدمهم من الرأي العام سيضغط على الحكومات الغربية التي تدعم هذا الكيان وسيظهر الكيان أنه متوحش جدا في حين أن هؤلاء اللي يسموهم بالإرهابيين تعاملوا عندما أساروهم في الغالب تعاملوا معهم جيدا في الغالب على الأقل وشفنا من الصور والآن هاهم رهائن وههم يطلقوا فيهم أعتقد أنه موقف وكان خطوة موفقة جدا وفي النهاية المطاف ماذا يريد الناس الآن؟ هو وقف هذه الحرب البشعة ونهاية الاحتلال بعض النواب الغربيين قالوا في الاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي قالوا في البرلمانات الخاصة قالوا عليكم أن لا تنسوا إذا كانت إسرائيل قد تعرضت ليوم سبعة ودعنا نعتبره جرام واواوا هؤلاء قولهم لا تنسوا أن الشعب الفلسطيني يتعرض للاحتلال وهو جريمة وهو ضد القانون الدولي للحصار للسجون للتعذيب للتجويع لا تنسوا الأصل وتبقوا فيما حدث فقط يوم سبعة أكتوبر وهذه هي حقيقة ترجمة نانسي قنقر